السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بجميع متسبعين ومتسبعات قناة حلويات أم عبد المغيد أتمنى أن تكونوا في أحسن حال والأحوال أينما كنتم وأينما تواجدتم من كل أقطاب العالم نقول لكم مرحبا في القناة التي تسعى دائما لرضائكم كذلك لتقديم لكم وصفات مميزة ووصفات ناجحة 100% وصفات مغربية والأهم تقليدية كما تشاهدون معي جد لذيذة يعشقها الكبير والصغير بطريقة سهلة ومبسطة طبقنا لهذا اليوم أو الفيديو هذا اليوم سيكون عبارة عن طبق من السمك أو للحود على حسب التسميات بالطريقة المسفوية يكون جد لذيذ بتتبيلة رائعة مغربية لمن يشاهدوا القناة أول مرة أقول لكم مرحبا بكم أتمنى أن تضغطوا على زر الشراك وكذلك تفعيل جرس أو لا الضغط على الجرس ومشاهدات الفيديو إلى الآخر لا تبخروا علينا بتعاليقكم الإيجابية أو السلبية للتحسين من جودة ومستوى القناة أتمنى أن أكون دائما عند حسن ظني متتبعين الكرام بسم الله على بركة الله بالنسبة للمرحلة الأولى سأأخذ بصلة وأقوم بتقشيرها بالنسبة للبصلة يجب أن تكون من الحجم الكبير بعد ذلك سأقوم بتقطيعها إلى دوائر كما ستشاهدون معي بالنسبة للدوائر لا يهم إن كانت غليظة أو سميكة أو رقيقة فهذا لا يخلق لنا أي إشكال بالنسبة لطبخنا لهذا اليوم بعد إتمام عملية التقطيع أخذ طاجين وهناكما تشاهدون معي أخذ إن الطاجين أضع فيه البصل أو دوائر البصل بعد ذلك أقوم بإضافة زيت زيتون وأضع البصل لكي يشحر فوق البطاء أو فوق النار ستسمحون لي لأخذ من وقتكم بضع دقائق وأقول لكم بأن الحلقة القادمة إن شاء الله بإذن الله ستكون عبارة عن طبق للعشاء صحي مخفف للوزن لا يحتوي على سعورات كثيرة كذلك أهم شيء فيه هو أنه مدفئ في فصل البرد وفي هذا الشتاء أتمنى أن تشاهدوا ممكن كذلك أن نعطيه للأطفال ابتداء من سن أو لرداء ابتداء من سن ستة أشهر فكونوا في الموعد بالنسبة للمكوين الثاني سأحتاج إلى اللفت المحفور أو لللفت البلدي أقوم بتقطعه إلى دوائر بهذا الشكل أما بالنسبة لمن لا يتوفرون في دولتهم على اللفت المحفور ممكن استعمال اللفت العادي لكن بشرط أن يكون لفت من الحجم الصغير لمن سيعقب على اللغة العربية ويقولون لي أن اللغة العربية وكذلك أقول لكم أنا لست أستاذة اللغة العربية لكن أحاول توصيل الوصفة المرحلة الموالية كما تشاهدون معي بعد ما شحرت البصلاق جيدا سأقوم بإضافة القليل من الملح وكذلك القليل من الإبزار بعد ذلك أقوم بإضافة اللفت فوق هذه المكونات أقوم بإضافة اللفت فوق هذه المكونات بعد ذلك أضيف الكوركم أولى الخرقوم وقليل من السودانية الحار وكذلك الملح وأقوم بتقليب هذه المكونات جيدا أو خلط هذه المكونات جيدا كما تشاهدون معي وبعد ذلك سأقوم برد طاجين أولى الإناء الذي أطبخ فيه فوق النار وأتركه لكي يتشحر جيدا مع إضافة القليل من الماء سأضيف القليل جدا من الماء وأقوم بالخلط بعد ذلك أقوم بإغلاق طاجين وأضعه فوق النار بالنسبة للنار أو للعافية تكون مهيلة بعد ذلك سأحتاج إلى القزبر المعدنوس أو لبقدونس وأقوم بتقطعهم إلى قطع صغيرة أو رقيقة كما ستشاهدون معي أتمنى أن تشاهدوا كذلك وصفة المعدنوس أو لبقدونس التي استعملناها لعلاج حسين كلي وحسين مرارة سأترك لكم مرابطها في صندوق الوصف ذلك للاستفادة منها حتى وإن كنتم لا تعانون من المرض وهنا كما تشاهدون معي أقوم بتحريك المكونات بعد أن نضج اللفت بالنسبة للفت المحفور كي يجي رائع في هذا الطبق ملاحظة يجب أن لا تبقى نقطة ماء أو قطرة ماء بالمرة في الإناء أو في الطعجين ديانا وهذا لضمان أن اللفت شرب هذه المكونات كاملين أو لهذه العطرية التي استعملنا هنا كما تشاهدون سمك الرائع وأقوم بوضعه بهذا الشكل ممكن استعمال أي سبك على شرط أنه يكون غليد وفي نفس الوقت ما يكونش متوفر على الشوك وذلك اللي ضمان ذلك اللي ضمان كما تنقولوا ما تدوش لكم شي شوك وتوحل لكم في قراجاتكم بالنسبة للرائع بالنسبة للرائع نستعملها على الجهة اللي كتكون في هالجلدة هي اللي كتكون التحت أو لا هي اللي كتكون إلى الأسفل وذلك باش غيرتعطينا اللزوجة في الطعجين ديانا كذلك غيرتعطينا هذا المرق اللي غيرتكون عاقد وغيرتكون خاتر بعد ذلك سأقوم بإضافة بضع مكونات إلى الطبق وهنا كما تشاهدون معي سأقوم بإضافة القليل من الزنجبيل كذلك القليل من الكركم ملح وإبزار يعني نفس العطرية اللي كنت استعملت قبل في الخليط أو لف المرق باشتبلت اللفت أقوم كذلك بإضافة القليل من عطرية الحط أو لتوابيل السمك إن توفرت بطبيعة الحال دون تقليب السمك سأقوم بإضافة لقليل من الثوم والقليل من الكبار سأقوم بإضافة الثوم بالنسبة لي أنا شخصيا أقوم بتقطيعيها كذا فقط تعجبني نكهته تبقى قوية وكذلك تبقى طرفها كأفضل ممكن كذلك لك أن عندك الوقت أنك تقومين بوضع هذه التوابل مع قليل من زيت زيتون والزيت العادي وتشار ملي فيها السمك أو لا تقومين بترقيد السمك فيها مسبقا بعد ذلك سأقوم بإضافة الكبار بنسبة الكبار له فوائد جمع وكذلك عديدة نحن نستعمله كثيرا في طبخاتنا خاصة مع السمك أو مع البيض وكذلك في وصفات أخرى لأنه مسخن أو لمدفئ لجسم يعطيه الحرارة المطلوبة في فصل الشتاء وفي فصل البرد كذلك يعطي الطاجين دينا مدق رائع سنقوم بإضافة القليل من الماء ونعيده لكي يتمم عملية النوج كذلك سأقوم بإضافة قبل ذلك القليل من القزبر والمعدنوس أو للبقدونيس وأقوم بإضافة القليل من الماء في الجوانب ملاحظة بالنسبة لكمية الماء أو لكمية المرق تكون قليلة جدا ذلك لكي يبقى فيها هذاك للدو والمضاق الرائع بالنسبة الماء من الأفضل أنكم ضفوا ماء دافئ إلا كان عندكم الوقت سينو ويكون غلم عادي لكن ما تكتروش بالسف ديروا الغلاقة ديال الطاجين وردوه يا طيب ونتلاقوا مع بديتنا باش نشوفوا الشكل نهائي كيف خرج الطاجين ديالنا وهذا هو الشكل نهائي ديال الطاجين ديالنا وديال طبق ديال سمك ديالنا ديال اليوم ما شاهدكم فيها لبناتك يجي رائع والديد فعلا يسحق التجربة نتمنى نتمنى أنكم تجربوا بهالطريقة بالكبار واللفل المحفور وتردوا هنا الخبار شكر خاص على المتابعة شكر خاص على التعليقات الإيجابية أو السلبية مو سبقا كذلك شكر خاص على وفاكم للقناة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة